طيب ده كلام مهم جدا 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 تفضل بالحديث في الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس وزراء جمهورية مصر العربية وتكلم على مشروع العالمين بالتحديد يعني زي ما ذكر مشروع راس الحكمة والشراكة الاستراتيجية الكبرى مع دولة الامارات العربية المتحدة وهي بالتعريف او بالمصطلح الاقتصادي هو استثمار اجنابي مباشر انا من انصر انه استثمار عربي مباشر ده يعني بعتبره انا ودي ما لهاش علاقة بالعلم يعني لهاش علاقة بالانترناشنل ديفنيشن هي لها علاقة بالتكامل العربي وده اللي حصل الحقيقة طيب دكتور مصطفى اتكلم عن العالمين وعن هذه الشراكات الواسعة اللي تتم مع القطاع الخاص والمكاسب اللي ممكن الكل يحصل عليها مصر حتى الساحل الشمالي في بقرة اهدافها الاستراتيجية لاجل الاستثمار ليه؟ انا واحد من الناس زي زي كتير جدا من جيلي شاهدنا ما يطلق عليه تطور المصيف او تطور الساحل الشمالي يعني احنا الجيل اللي بدأ الاول ده بنكلمان على الساحل الشمالي الغربي تحديدا يعني من اسكندرية وحتى السلوم ونتكلم على الجيل اللي كان بيصايف في المعمورة وبعد كده العجمي وبعدين بدأت تظهر المصيف الجديدة من غير ما هقول بقى الأسماء اللي هي ايه ما يطلق عليها قرى سياحية بالساحل الشمالي وكان وضع غريب الحقيقة احنا كنا بنشتغل على قرى عبارة عن شؤى شالهات فيلات أصول سمي زي ما تسمي مش دي القصة بالنسبة لي دلوقتي لكن في النهاية مباني حلوة جميلة ظريفة تبقى لوقتها ايا كان ولكن هي تعمل شهرين بالكتير تلاتة من السنة وبعد كده يصبح الساحل الشمالي يهس سكتم بكتم مفيش طيب هل في حد في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى بعت له صروة عظيمة زي دي بحر يجنن رملة تجنن جو يجنن شمس غير حارقة ويستثمرها شهرين في السنة يعني دول في حوض المتوسط استثمارتها فيما هو متعلق بشواطئها في حوض المتوسط لا تقل خد بالك بقى من كلمة لا تقل عن سبع شهور في بعض الدول بتشتغل تسعة شهر في سواحلها فكان حريا بنا بل ولزاما علينا ان احنا نشتغل على كده فلما اتعملت العالمين اتعملت بمفهوم المدينة المتكملة مش بمفهوم القرية السياحية الصغيرة المغلقة ذات البوابات والجماعة الامنية داخل فين وخارج سبق من قصة بقى QR Code ومش سبق من الهابل ده لكن انا بتكلم على قصة انه لا انا بتكلم على مدينة قائمة مدينة بتشتغل طيب هذه المدينة حققت السنة اللي فاتت نجاح رائع رائع عن طريق انها روجت لنفسها عالميا عن طريق مهرجان اسمه مهرجان للعالمين السنة اللي فاتت ده اللي وصف 23 السنة دي انا عندي النسخة التانية من هذا المهرجان فانا كان لدي نجاح ابني على النجاح ده نجاحين و3 و4 في موسم 20-24 او النسخة الثانية زي ما البعض بيحب يسمي هيبقى في عندي طبعا انشطة ثقافية وفنية وا 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 حدس بقى ولا حرك